تصميم هيكل عظمي للروبوت أنا مش هسأل بقى إمتى و ليه أصلاً ليه أحامل إيه بالهيكل عظمي و أن يكون عنده ألياف شبيهة للعضلات ليه حامل بيه تمام خلينا نتكلم الأول عن موضوع الروبوتك ساموماً أو ليه علم الروبوتات الروبوت ساموماً عشان نستدر مشاهدين ده محاكاة للإنسان الطبيعي في مهام معينة ده تعريف الروبوت باختصار أن أنا أعمل الروبوت تمامي يحكي الإنسان عشان لمهمات مثلاً صعبة لمهمات الفضاء لمهمات مثلاً الإطفاء أن أنا ازاي حافظ على الإنسان الحاجات دي كلها عشان كده بنروح نعمل الروبوت طيب أن أنا أعمل الروبوت ليه بيبقى فيه المكون الأساسي أو المكونات الأساسية أولاً بيبقى فيه مكون أساسي اللي هو الemieسكلاثم بتاعه الروبوت بيبقى عنده إسترار أو التكوين أو تشريح أنا عندي عضلات الروبوت بيبقى عنده حاجة اسمها اكشويتورز أنا عندي برضو مستشعرات أو عيون أو كذا هو بيبقى عنده سينسورز أنا برضو عندي برين هو برضو بيبقى عنده كنترول طب الحاجات دي فإذا أنا اللي صمم الروبوت ده من البداية أو علم اللي أسس علم الروبوتات ده هو قاصة يحاكي حاجات الإنسان بكل تفاصيله بالعضلات بالحيكة العضلة بكل بالزبط يعني طبعا عمرنا كعلماء أو مهندسين عمرنا ما هنوصل لخلق إلا عز وجل لكن احنا بنحاول نعمل حاجة تساعد الإنسان وصلنا لحد فينا باش مهندس عملنا حاجة عشان نعمل عضلات شبيهة للإنسان وصلنا لحد فينا الموضوع ده يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن جزء التطوير الميكانيكال سيستم بتاع الروبوتكس في جزء الأكشويتورز إن أنا إزاي إن أنا هي محاكي العضلات أو مشابه العضلات الأول احنا كنا بنستخدم في الأكشويتورز بتاعة الروبوتس موتورز لينيا موتورز بعد كده التورد شوية بينها بنستخدم بعض ميكانيزم المختلفة طب أنا لقيت إن أنا عندي استخدامات تانية أنا مش هادر إن أنا أعملها زي إيه مثلا خلينا نحاكي نشوف مثلا حركة الزواحف أو التعبان التعبان عنده بيتحرك بإيه هو عضلة عضلة كاملة بيتحرك يقدر يدخل جوه المباني وأي أن يكون أنا آسف من الناس اللي بتخبر التعبان بس ده أقرب مثال اللي أنا أكلم فيه هل أنتش أتعربنا ببساطنا على قد ما تكتر ده أقرب مثال اللي أنا أكلم فيه